في محاولة لكسر العظم بين إيران وواشنطن في الشرق الأوسط وزيادة نفوذ أحدهما على الآخر من سوريا إلى لبنان والعراق مروراً باليمن تتزايد الهجمات لتتغير موازين القوى في المنطقة فبعد أن تعرضت قاعدة حقل غازي كونيكو وحقل العمر النفطي بريف ديرزور لهجوم بعدة صواريخ ها هي تتعرض أيضاً قاعدة التنف لهجوم بطائرتين مسيرتين لتعلن بعدها ما تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها للهجوم في تفسيراً بأنها المفتاح الوحيد لإيران في المنطقة بتبنيها جميع العمليات في الآوينة الأخيرة ضد القواعد الأمريكية وعلى وقع وصف واشنطن لطهران بأنها الشرير الأكبر يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات التي نفذتها قوات بلاده على منشآت تابعة للحرس الثوري شرقي سوريا هي لردع إيران وميليشياتها ويشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي للتهديدات يبدو أن التصعيد الأخير سيكون عنواناً بارزاً في العلاقة بين أمريكا وإيران خلال الفترة المقبلة فبعد الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والغرات الأمريكية على منشآت تستخدمها مجموعات موالية لإيران تديرزور تضرب هذه الهجمات المتبادلة النار في صلب العلاقات المتهالكة أصلاً بين البلدين لكن غاية كل منهما واضحة فالفصائل التابعة لإيران تريد تحريك الميدان لما تقول إنه تخفيفاً عن غزة وأمريكا تريد ضبطه كي لا يتوسع ليفتح حرباً إقليمية بدايتها في غزة ولن تكون النهاية كما يراد لها